ساسة وباحثون يناقشون في ندوة بنواكشوت عوائق وإمكانية حل القضية الصحراوية عوائق يرى بعضهم أنه بعد مضي أربعة عقود دون أن تتوصل الأطراف المعنية بشأنها إلى حل نهائي لم يعد من سبيل لذلك الحل إلى من خلال الممتحدة بعد أربعين سنة أعتقد أن الحل أصبح قريبا والحل فيما خضنا فيه وفيما تبادلنا فيه من العرى أعتقد أنه اليوم بيد الأمم المتحدة فاشلة كانت قادرة على أن تسويه لا أعتقد أنه تم طريق يمكن اختيارها بعد أن أخذت الأمم المتحدة هذه القضية بيدها ورى رئيس حزب الأحدوي الديمقراطي الاشتراكي أحد أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا محفوظ العزيزي أن الباب ينبغي أن يفسح أمام الشعب الصحراوي للاستفتاء من أجل تقرير مصيره واختيار ما يراه مناسبا له علينا أن نفتح الباب لتقرير المصير للاستفتاء على تقرير المصير وهذا المصير يختار فيه الشعب الصحراوي لمن يتحد معه يتحد مع المضرب ليكن نحن مع أي حالة وحدوية تقع يتحد مع موريتانيا ليكن يختار أن يكون كيانا جديدا بين أشقائه متصالحا معه فيما يدعو نائب البرلماني المصطفى العبد العزيز من حزب الكرامة وأحد أحزاب الأغلبية في موريتانيا أن حل القضية الصحراوية ينبغي أن يتم من خلال الحكم الذاتي فبصفتي وبإدراكي لهذا الواقع أرى أن الحل الأمثل قد تم طرحه وقد نوقشه وهناك مجموعة مخالفت وهذا الطرح يأتي في الاستقلال الذاتي الذي يكون هو اللبن الأولى للتدرج بما يصب إليه الكل هذا وتلتزم موريتانيا الحيادة كموقف رسمي من القضية الصحراوية وتقول إنها تقف على ذات المسافة من الطرفين المغربي والصحراوي وتستقبل مسؤولين من مختلف الأطراف على المستوين الرسمي والسياسي وإن اختلفت المواقف الشعبية والسياسية لدى بعض الأحزاب من هذه القضية